حظي افتتاح هذا القطار السياحي بإقبال كبير من قبل السياح رغم مغادته في وقت مبكر من الصباح إلا أن ذلك لم يؤثر على حماس المسافرين لما أركب قطار سياحي خاص من قبل وبريد نرى خطى السكاك الحديدية بين سين وراوس في الساعة الثانية ودقيقتين فجرا غالر القطار السياحي محطة فنلتاي ببيكين وسيسير على خطوط القطار العامة وسيصل كون مينك في يونان بعد المرور بكويتجو ومن ثم سيتجه إلى فنتيان في لاوس ومن المقرر أن تستمر الرحلة 15 يوما ومن الجديد بالذكر أن شركة السكاك الحديدية الصينية توفر تسهيلات من مختلف الجوانب للسياح ستتعامل وكالة السكاك الحديدية الصينية للسياحة بعمل التأشير بشكل موحد وعلى السياح تقديم جوازات سفرهم قبل المغادرة بخمسة أيام عمل فقط